على الجانب الفني بقى ريني فيلر بيستعد زي لمباراة الهلال في عوامل كتير اتكلمنا فيها بعد مباراة النجم الساحلي وان مباراة النجم الساحلي كان اهم حاجة فيها تكسب السلاس نقاط اهم حاجة فيها تكسر الحاجز النفسي انك ما تبقاش محطوط تحت ضغط ان انت فرص في التأهل ممكن يكون فيها ازمة او فيها مشكلة الفوز على النجم الساحلي ادك اريحية بنسبة خمسين ستين في المية على اقل انت موجود في السودان اه طبعا بتلعب على فرصة واحدة انك تكسب وتتأهل وتتصدر المجموعة لكن قصر الحاجز النفس انك بتكسب النجم الساحلي بتتصدر المجموعة وانت رايح السودان وانت متصدر المجموعة ده شيء مهم جدا في التحضير والتجهيز الزهني لجهاز فني مع اللاعبين خلال الفترة اللي جايه كمان الجزء المتعلق بقى بالحالة الفنية والحالة البدنية بصفر الفريق وجهزية التيم او البعض اللي هتكون موجودة في هذه المباراة محمد الشناوي طبعا كان تعرض لكادمة قوية وخطة قوية جدا في مباراة النجم واغرى اشعة لكن الحمد لله كابتن ساير عبدالحافيز مزير القرى طبعا النهاردة وقال ان الشناوي هيكون جاهز للسفر مع الفريق الى السودان وان شاء الله هيكون موجود في هذه المباراة فحصات الطبية اللازمة اللي كان اجراها خلال الساعات القليلة الماضية الحمد لله اكدت ان الحالة مطمئنة ان ما فيش اي مشاكل ومباراة الاهل والهلال طبعا هي مباراة حاسمة والاهل ان شاء الله هيسعى للفوز بيها ويكون متصدر المجموعة التانية الشناوي الحمد لله هيكون جاهز لمباراة الهلال هيكون موجود ضمن التشكيلة الاساسية الحمد لله وصل لمستوى فني وبدني متميز جدا واصبح الشناوي باكوالة حارس مارمى عنده امكانيات الحمد لله تطور فيها بشكل كبير سواء في قطع القراط في الخروج من المارمى في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم حتى في تسديد القرى لما بترجع له من خط الدفاع سواء بالرجل اليمين الرجل الشمال كل دي امكانيات لو نلاحظ الفترة الاخيرة ميشيل يانكون مدرب الحراس ابتدى يبقى فيه تطور في هذه الجزئيات اللي ممكن كان في فترة سابقة نحتاج تزود فيها شوية الحمد لله بتوصل لمرحلة دلوقتي انك ماشي بشكل كويس لك تأثير ايجابي في احراز السلاس نقاط وتصدر المجموعة والحمد لله الاهل عنده حارس مارمى من افضل الحراس الموجودين في البطولة الافريقية وبالعكس طبعا بالتأكيد تمامي يعني افضل حارس موجود في مصر خلال الفترة القادمة وخلال الفترة حالية هو حارس مارمى منتخبنا الوطني كمان رمضان صبحي رمضان صبحي خلال الفترة الاخيرة الكل بيتكلم على فكرة امكانية لحاقه بمباراة الهلال السوداني هيا هيكون جاهز بنسبة كبيرة لمباراة الهلال كانت تنساعد كمان اتكلم النهاردة عن فرص لحاق رمضان صبحي وقال انه هو في حالة او في تحسن مستمر وان رمضان يعني اتدخل في جزء من التدريبات وهيتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من الصفر قبل صفر الباسة بساعات ولحظات قليلة نهاردة بنحن نتكلم في التلات لسه نهاردة كان عندك كم فيه راحة بكرة الاربع عندك تمرين يوم الخميس هيكون عندك تمرين وهتسافر العصر للسودان فبالتالي عندك تدريب خلال 48 ساعة جاهز الفن مش مستعجل مش هيحدد صفر لعب من عدم صفر الا في اللحظات الاخيرة لما يشوف في النهاية القوامل الأساسي اللي معاه او قوامل فريب الكامل لقد لا لو فيه غيابات لو فيه نواقص في عدد من المراكز ايه نواقص دي او ايه زيادات اللي ممكن تقدر تكمل بها التيمة اللي تسافر به المباراة عشان تكون في النهاية مع 18 لاعب جاهز سواء 11 أساسي او 7 احتياطي والحمد لله يعني الاشعاء قالت ان العدلة الخلفية التمزق اللي قم فيها الحمد لله حصل فيه التقام بنسبة كبيرة جدا وان شاء الله رمضان خلال الساعات اللي جاية هيقدر الجهاز الفني حدد جاهزيته لمباراة الهلال طيب من ناحية البدنية الجهاز الفني عمل جزئية مهمة جدا وعمل خطوة مهمة جدا بعد مباراة النجم عمل تدريب استشفائي في اليوم التالي والنهاردة ادى راحة 24 ساعة للفريق كان لازم يعمل الكافري بسرعة عشان يقدر يجاهز اللعيبة للمرحلة اللي جاية وضغط المباريات الحمد لله هذا الاسبوع تحديدا كان فرصة طيبة ان جهاز الفني هتعامل فيه كنحية بدنية بشكل مهم جدا انه يقدر يجاهز اللعيبة للمرحلة الجاية ما بين مباراة النجم مباراة الهلال حوالي اسبوع فيدري الجهاز يدي يوم تدريب استشفى فك العضلات يعمل الكافري لعضلات الفريق والعضلات اللعيبة في الفترة الجاية وايضا كمان راحة سلبية 24 ساعة عشان يبدأ يشتغل بدني بشكل كبير من بكرة توماس بينك المخطط الأحمال اللي هيجهز برنامج لتنفيذ التدريبات برنامج بدني في التدريبات خلال ال72 ساعة اللي جاية بنتكلم في اللاربع والخميس تدريبات هيكون فيها رفع معدل اللياقة البدنية وتحضير اللاعبين لمباراة الهلال كمان عشان يتخلصوا من حالة الإجهاد العضلي اللي كان نتيجة ضغط المباراة خلال الفترة الأخيرة ان شاء الله الفريق هيستاني في تدريباته بكرة اللاربع على ملعب التتش والجائز الفن القادم كان يحاول يجاهز عدد من اللاعبة عشان يخوض ان شاء الله مباراة الهلال السوداني عندنا الحمد لله مروان محسن في حالة طيبة عندنا كمان أليو باجي المهاجم السنغالي يبدأ يخش في صفوف الفريق واحدة واحدة وان شاء الله هيكون موجود وجاهز لمباراة الهلال خط الوسط المهاجم عندنا حسين الشحات عندنا وليد سليمان عندنا محمد مجدي أفشا ان شاء الله هيكون جاهز فنان وبدنيا وان شاء الله الفترة الجاية يكون أحد الدعائم والركائز ضمن خطة ريني فيلر في الفترة اللي جاية أحمد فتح محمد هاني في الجابهة اليوم رامي ربيع قدامنا هو مع ياسر إبراهيم اتنين قلبي دفاع مع الانسجام والتجانس بعدد من مباراة ان شاء الله يوصلوا في حالة فنية جيدة جدا على مباراة الهلال وعليهم دور كبير جدا في هذه المباراة مع كل زملائهم حارس مرمى محمد الشناوي حارس تاني كمان موجود معنا شريف إكرامي كابتن النادي الأهلي وخبرة في النادي الأهلي والحالة الطيبة اللي بينه وبين الشناوي وعلي لطفي شيء بيدينا كده مدلول ان الحمد لله طالما الروح جميلة وطالما قط اللبس العلاقة فيها متميزة ده في النهاية بيترجم على عرض الواقع في ملعب أو في الملعب بشكل كويس جدا فان شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في مباراة الهلال السوداني كمان جزئة متعلقة بملف الإعراض تم إعارة صلاح محسن تم إعارة عمار حمدي صلاح محسن هيكون طبعا موجود ست شهور في سموحة عمار حمدي هيكون ست شهور في طلاق الجيش كمان محمد عبد المنعم سنة ونص في سموحة خلال الفترة اللي جاية وأحد اللاعبي خط الدفاع في النادي الأهلي واللي كان بالتأكيد الجهاز الفني بينتظر الفترة الجاية بشكل كويس عشان يكون دعم قوي جدا لخط الدفاع في الفترة اللي جاية ففي ملف الإعراض بتبدأ تشتغل على تجهيز عدد من اللاعبها إزاي يكونوا موجودين وجاهزين في الفترة اللي جاية سعد سمير هيستكمل رحلته العلاجية في ألمانيا خلال إسبوعين سعد كان طبعا عمل جراحة في وطر أكيليس تحت إشرافة ماركوس فولتر المتخصص في هذه الجراحات في ألمانيا وكان رجع للقاهرة خلال يومين اللي فاتوا وفي برنامج تأهلي خفيف كده بيأديه في اللجيم وخلال إسبوعين إن شاء الله هيواصل ويسافر ألمانيا عشان يكمل تدريبات تأهليك خلال الفترة اللي جاية سعد دايما كده إن شاء الله الأيام بتجري معك بسرعة سعد والفترة بإذن الله هتكون سريعة وهترجع بسرعة وأجمل ما في هذا الموضوع إن أنت حالتك النفسية والفنية والبدنية من جواك كويسة جدا يعني أنت إن شاء الله بإذن الله بالحالة دي تقدر تتخطى الشهور دي بشكل سريع جدا وإن شاء الله هتكون جاهز للعودة وكوننا منتظرينك بالتأكيد ضمن صفوف النادي الأهلي شكرا